حديثنا الآن عن دور جامعة فيلادلفيا في استحداث تخصصات جديدة للاستعداد لسوق العمل المحلي وأيضا العالمي نرحب بالدكتور محمد الجيوسي سعد صباحك دكتور وحضرتك تخصص الأدب والنقد الإنجليزي والإنسانيات الرقمية أهلا وسهلا فيك دكتور مصطفى الخوالد عضو هيئة تدريس تخصص هندسة الميكاترونيكس الروبوت واستخدامه في المباني الدكية أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك الأنظمة الذكية وعلاقتها بالمباني الذكية وأهمية استحداث هذا التخصص في هذا الوقت تحديدا أولا اسمحي لي أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل باسمي وباسم زميلي الدكتور محمد الجيوسي وباسم جامعتنا العزيزة جامعة فلادلفيا على هذه الاستضافة والشكر موصول لبرنامج دنيا يا دنيا أما فيما يتعلق بسؤالك بخصوص الأنظمة الذكية فنحن نعلم جميعا الثورة الصناعية الرابعة ومدى تأثيرها على العالم بشكل عام وفيما يتعلق في الأنظمة الذكية هي باختصار وفي تعريب بسيط هي أنظمة متطورة تكنولوجيا وهذه الأنظمة قادرة على إدراك المجتمع المحيط بها والبيئة المحيطة فيها وبالتالي هذه الأنظمة تستطيع أن تتعامل مع البيانات التي تأتيها وتعالجها وتحللها وتتخذ القرار المناسب بناء على ذلك نعم هذا أيضا بيقودنا لاستحداث أيضا تخصصات تعلق بالإنجليزي التطبيقي ما الذي يميز هذا التخصص عن بقية التخصصات في نفس مجال اللغات وأيضا بهذا الوقت لماذا تم استحداث هذا التخصص تزد طبعا كما يوحي الاسم سيد دانا اللغة الإنجليزية التطبيقية لأبلايد إنجليش فيركز على الجانب التطبيقية في اللغة يعني هو يشترك مع التخصصات للأدب الإنجليزي واللغويات العامة بالمواد الأساسية وهي المهارات ومواد المتخصصة في اللغة مثل الفناتكس، فنولوجي، الصوتيات إلى آخره بس الإش المميز هو ثلاث جوانب أحب أحكي عنهم الجانب الأول هو اللغة الإنجليزية لأغراض خاصة نسميها إحنا ESP English for Special Purposes مثلا في عنا كورسز English for Tourism English for Media and Journalism English for Medicine etc هذا جانب، الجانب الثاني الترجمة في كورسات أكثر للترجمة المتخصصة والجانب الثالث المهم اللي أنا شخصيا مهتم فيه من خلال الأبحاث اللي هو تكلواجه التعليم أكيد الدكتور مصطفى كمان يعني بعرف أهمية في الإطار اللي حكى عنه يعني طبعا اللي هو Educational Technology طبعا فيه بالإنجليزي مادة أو Field نسميه إحنا Computer Assisted Language Learning اختصارها CALL C-A-L-L اللي هو استخدام الكمبيوتر في التعليم فهذا جانب الثالث فهي اللي جانب الثلاث هي اللي بتعطي القسم ميزاته نعم طبعا أهداف استحداثه طبعا فيه سببين رئيسيين احنا في جامعة فلديفيا دائما منحاول نواكب التغيرات السبب رئيسي رغبة الطلاب يعني حتى فيه هو الإنجليز التطبيقي في الأردن يسموه طب اللغات بسبب ارتفاع معدلات القبول ففيه رغبة لدى الطلاب فاستجابة لها هي الرغبة هذه السبب الأول السبب الثاني حاجة السوق نعم 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 فهي هم السببين الرئيسيين أيضا اليوم عم نتحدث عن تطوير مهرات الطلاب من خلال هذا التخصص لدخولهم لسوق العمل المحلي والعالمي فأديش أيضا هذا الموضوع بيهيئ طلبتنا وعم بيزيد من خبراتهم في هذا الخصوص بصدر تجاري مهم سيد دانا يعني زي ما حكيت انه ESP English for Special Purposes بتركز على جوانب العملية للطلاب وممكن الطالب من خلالها يكتشف اهتمام في مجال خارج اللغة يعني ممكن يكتشف اهتمام في الجورناليزم الإعلام ممكن يكتشف اهتمام بالتكنولوجي فبتتوسع عنده الcareer options من رواحة الخيارات طبعا المجالات العمل المتاحة بالإضافة للمجالات التقليدية اللي هي التدريس الترجم المعروفة نعم العلاقات العامة ممكن يشتغل في السياحة في الشركات العامة العلاقات العامة وممكن هاي المواد المتخصصة يفتح له مجال العمل أوسع صحيح وكان فيه تعاون أيضا مع معهد مستشوستس MIT للتكنولوجيا قديش تبادل الخبرات والأوراق البحثية كان مهم أيضا في هذا الخصوص يعني أنا حصلت على منحة مؤخرا اللي هي مشتركة بين مؤسسة شومان ومعهد MIT المعروف في الولايات المتحدة ومؤسسة شوماني يعني مؤسسة وطنية رائدة نشكرها على دعمها للبحث العلمي نعم طبعا هم بدعموا أبحاث مشتركة من باحثين في الأوردون وباحثين في الـ MIT نعم أنا اشتركت مع الدكتورة سينثيا بريزيل من الـ MIT وفريق البحثي ومن ضمنه كمان دكتورة شريفة لغوينة من المملكة العربية السعودية الشقيقة نعم الحقيقة موضوع البحث العاب التعليمية واستخدام الروبوتات المساعدة اجتماعيا يعني فيه شي اسمه socially assistive robots الحقيقة استخدامه في تعليم اللغة الإنجليزية للطلب العرب خصوصا للأطفال والطلب اللاجئين نعم اللي لا يتحلهم فرصة كبيرة للممارس المهارات اللغوية جميل فهي كانت هاي الفكرة أنا كنت في بداية الشهر في الـ MIT نعم هم رح يقوموا في زيارة إن شاء الله قريبة رح يزوروا المدارس ورح يمتغل طبيق هاي التكنولوجيا نعم وفي فكرة كمان إعطاء ويركشوب للمعلمين في مجال استخدام الـ AI في التعليم نعم اللي هو موضوع كثير مهم نعم كيدي دكتور مصطفى بيعرف كمان خبرة نعم هذا بيقودنا أيضا للحديث عن تخصص هندسة الأنظمة الذكية أهميته وخصوصا أنه إحنا أيضا هذه التخصصات هي المطلوبة تكون موجودة لحل التحديات اللي من واجهها أسمحي لي ستي في البداية أن أوضح أكثر عن هندسة الأنظمة الذكية نعم ومن أين بدأت الفكرة وكيف انبثقت نعم الحقيقة The Father of Ubiquitous Robotics أسمحي لي أقتبس المقولة وباللغة الإنجليزية حكى The most profound technologies are those that disappear They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it تفسيرها ببساطة أنه سيصبح الكمبيوتر جزء لا يتجزأ من نسيج الحياة اليومية وبالتالي سنعيش في عالم المدن الذكية المنازل الذكية المستشفيات الذكية المصانع الذكية وهذا وهذا يقودنا إلى شيء مهم جداً وهو ما يسمى بإنترنت الأشياء IoT وإنترنت of everything وإندستريال إنترنت of things ويقودنا إلى ما يسمى بمصطلح الروبوتكس واللي يسمى باليوبوكوتس روبوتكس وهذا الروبوت الذي يكون anytime anywhere اسمحي لي تفضل أوضح ما هي فكرة اليوبوكوتس روبوتكس الآن بدل من أن الروبوت ينتشر في البيت ويقود الروبوت ستتحول إلى الروبوت معنى ذلك سيتحول كامل المنزل أو البيت إلى الروبوت وبدل ما أن الروبوت بالصورة التقليدية المعروفة زي الشخص سيتم توزيع السنسورز والمجسات في المكان وسيتم كذلك توزيع الأكتويتر أو المشاغلات ومن ثم سيتم التحكم فيها من خلال لبرين أو ما يسمى بالسوفت والروبوت وبالتالي تم تزيئة الروبوت إلى ثلاث أجزاء السوفت والروبوت العقل وإمبوت المجسات والموبايل الروبوت اللي بعمل الأكشن أو إنفذ وإذا بتسمعي لي أكمل كمان دقيقة هذا يقودنا إلى تحدي آخر وهو تحدي كيف نضمن أمن وسلامة المعلومات وأن لا يتم اختراق هذه المعلومات وهو ما يقودنا إلى مجال السايبر السيكيوريتي وبعد ذلك يقودنا إلى نقطة مهمة وهي بدل من أن يكون الأثيكس للإنسان يصبح الأثيكس للمشين وبالتالي سيصبح للروبوت أخلاقيات شكراً لك نعم رح ننتقل إذا سمحت إلى فيديو تعريفي أكثر عن الجامعة ومن تابع حوارنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والتكنولوجيا الحديثة ونسعى في جامعة فردلفيا من خلال كادر أكاديمي مميز من خلال بيئة جامعية مناسبة أسمحي لي بعجالة ما يميز جامعة فردلفيا أنها تقع في مكان متوسط ما بين محافظات إقليم الوسط ومحافظات إقليم الشمال والعاصمة عمان وهذا ما يجعلها بيئة جاذبة وبيئة مناسبة لتطوير قدرات الطلبة وأختم بنقطة مهمة جداً أن الجامعة تتبنى شركات مع مؤسسات أكاديمية عالمية وتسعى إلى تدريب طلبتها في أفضل المصانع والمؤسسات سواء داخل الأردن أو خارجه شكراً جزيلاً شكراً لحضركم معنا شكراً للموصولة جامعة فردلفيا شكراً جزيلاً